موسيقى مساء الخير يواجه الطلاب السوريون الجدد في الجامعات التركية معضلة مهمة بمعاملتهم كأجانب من خلال دفع الرسوم السنوية هذا القرار يأتي بعد سنة اقتصادية سيئة على البشرية عموماً في ظل تفشي جائحة كورونا منذ أوائل العام الجاني فكيف على اللاجئين السوريين في دول الجوار والتي من بينها تركيا حيث يعمل غالبيتهم لاثنتين عشرة ساعة لتأمين إجارات المنازل والفواتير وثمن الطعام حالياً الطلاب الجدد سيتوجب عليهم دفع آلاف الليرات فكلية الطب في تركيا مثلاً على سبيل المثال تكلفتها في السنة الواحدة ثلاثين ألف ليرة تركية بحسب قرار مجلس التعليم العالي الذي ترك تقدير المبالغ للجامعات حسب كل حالة كل ذلك يدفعنا للتساؤل ما حيثيات هذا القرار التركي الجديد بخصوص تعاليم الطلاب السوريين وما دلالات إصدار تركيا مثل هذه القرارات في المرحلة الراهنة وهل قامت المنظمات السورية المدنية في تركيا بأي خطوة لإيقاف مثل هكذا قرار أم أنها كباقي من يدعون تمثيل السوريين لا نرهم إلا في البيانات والندوات وكيف يمكن للطلاب السوريين تخفيف الرسوم المفروضة عليهم كل حسب إدارة جامعته هذا ما سنناقش في هذه الحلقة من هنا سوريا أهلا بكم التميز للاستشارات القانونية والعقارية أمل جديد في حياتنا استعبال جديد أهلا بكم مجددا صدر قرار بمعاملة الطلاب السوريين الجدد في الجامعات التركية كأجانب من ناحية دفع الرسوم السنوية المزيد في التقرير ونعود للنقاش إجت الحزينة لا تفرح ما لأت لحال مطرح هو حال الطلاب من اللاجئين السوريين الذين تمكنوا من الحصول على مقعد جديد في الجامعات التركية لاستكمال تعليمهم على أمل تحسين أوضاعهم وانتشال عائلاتهم من ظروف الاقتصادية السيئة بعد التخرج هذه الأحلام البسيطة واجهتها بعض الجامعات التركية برسائل تطلب من الطلاب الجدد التوجه إلى مركز الطلاب الأجانب لدفع الرسوم الفصلية كاملة أي إلغاء معاملتهم كالطلاب الأتراك بالمقابل المادي الرمزي هذه الرسائل وصلت حتى الآن من جامعة إسطنبول وكوجلي في وقت يترقب فيه طلاب باقي الجامعات أي تغيير في الرسوم المفروضة عليهم حسب بعضهم والذين أوضحوا لأورينت أن القرار يسري حتى الآن على الطلاب الجدد مع خصم 50% للطلاب المقبولين استكمالا لدراستهم في سوريا فيما لم تصدر تأكيدات رسمية من مجلس التعليم العالي التركي الذي أحال قرار الدفع من عدمه بالنسبة للسوريين إلى رئاسات الجامعات بين 150 و300 ليرة تركية هي قيمة الرسوم في كل فصل والتي كان يدفعها الطالب السوري الذي يعامل معاملة التركي فيما يتوجب عليه حاليا دفع 30 ألف ليرة تركية سنويا لكلية الطب و20 ألفا لكلية طب الأسنان و15 ألفا للصيدلة وأربعة آلاف للأداب رئيس تجمع الطلب الأجانب في تركيا أشار إلى أن عدد الطلاب السوريين في 148 جامعة من أصل 282 في جميع أنحاء تركيا يبلغ قرابة 28 ألف طالب 3000 منهم يتلقون منحا كاملة وحوالي 16 ألفا يتلقون منحا جزئية حاليا آلاف الليرات التركية المفروضة على الطلاب من اللاجئين السوريين ربما تعكس صورة نمطية في المجتمع التركي بأن السورية المقيمة في نعيم اللجوء لا ينقصه من السعادة والأموال غير رفع رسوم الدراسة الجامعية فيما الواقع المأسوي يفرض على غالبيتهم العمل لأكثر من 12 ساعة لتأمين بعض المال فقط ليأكل ويشرب بها خلال شهر الدراسة بسبب فقر عائلات الكثير منهم وعلى الحديث أكثر عن هذا القرار التركي ينضم إلينا الدكتور ويسام الدين العقل يا أستاذ في جامعة ماردين كما ينضم إلينا أيضا أمجد الساري عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد الطلبة السوريين الأحرار معنا من اسطنبول وأيضا معنا الخبير في شؤون التعليم جهاد العويد معنا من اسطنبول مساء الخير وأهلا بكم جميعا أستاذ جهاد دعني أبدأ معك كيف تنظر إلى هذا القرار وكيف ستبدو إنعكاساته على الطلاب خصوصا هذا العام مساء الخير إليك أستاذ أحلام مساء الخير لضيوفك الكرام أهلا فيك طبعا هو نحن متعودين كل سنة نعيش هاي الحالة خاصة مع جامعة اسطنبول بصراحة يعني في عنا قرارات مختلفة تصدر بحق الطلاب السوريين ولكن هو بالمقابل من حق الجامعة لأن الجامعة هي مخيرة في قراراتها بمعزل عن وزارة التعليم العالي يعني إذا وزارة التعليم العالي التركي تصدر قرار فبالتالي الجامعة هي مخيرة في تطبيق هذا القرار أو عدم تطبيقه بما يخص الطلاب السوريين ببساطة يعني نحن اللي بنعرفه الطلاب السوريين في الجامعات التركية الحكومية ما بيدفعوا رسوم نهائيا أو رسوم بسيطة توازي الطلاب الأتراك هذا الأمر منذ أكثر من سنة يعني تقريبا منذ 2013 وما بعد فجأة صدر قرار من جامعة اسطنبول على الطلاب السوريين دفع أجور للعام الدراسي من هذه السنة طبعا هذا الأجور لا تخص الطلاب السوريين فقط هي أجور للطلاب الأجانب عموما فأصبح السوري مثل أي طالب أجنبي طبعا هو بصراحة أنا إلي وجهة نظر مختلفة يعني هو القرار أخص هذا كبير وخوف كثير من الطلاب أنا من وجهة نظري القرار ليس بكبير جدا هو عادي لأنه يشمل فئة قليلة من الطلاب السوريين بالذات هو خاص الطلاب المستجدين يعني نحن تواصلنا مع الطلاب القدامي اللي هني موجودين بجامعة اسطنبول ما في أي حدا إجاء رسالة بدفع رسوم يعني بقي على الرسوم السابقة الطلاب المستجدين يلي السنة دخلوا على جامعة تركيا جامعة اسطنبول بالذات انفرض عليه هذا الرسوم ولكن المشكلوين لهذا القرار أن هذا الطالب السوري ما كان عنده خبر يعني لو من الأول كان فيه عنده خبر أنه رح يكون عليه رسوم ممكن يتوجه لجامعة ثانية ببساطة في تركيا ما بيدفع أي رسوم أو رسوم موازية للطلاب الأتراك خاصة الفرق كبير يعني مثلا الطب البشري اليوم أصبح 30 ألف ليرة بما يعادل 3700 دولار الأسنين 20 ألف الصيدلة 15 ألف تمام؟ هذا كان عموم القرار عموما نعم طيب يعني هذا القرار سيشمل طلاب المستجدين للأعوام القادمة أيضا إذا كان بجامعة اسطنبول هي بدأت وتبعتها جامعة كوجلي ألا يخشى من أن الجامعات الأخرى في تركيا أن تحذوا حذو جامعة اسطنبول وكوجلي؟ بصراحة من وقت صدر القرار من الجهات المعنية في تركيا كان هذا الأمر مخير لدى الجامعات وحابب يعني أحطك بصورة أكبر أنه في تركيا ما في شيء اسمه عنه مركزية في قطاع التعليم يعني يصدر القرار ولكن يترك الخيار لرئيس الجامعة والكادر اللي موجود في الجامعة هو اللي بيقرر بمتابعة هذا القرار أو عدمه تمام؟ ليس بالشرط إذا جامعة اسطنبول مثلا رفعت الرسوم هاي السنة ممكن باقي الجامعة ترفع الرسوم وأنا رأعطيك الإثار وأيضا من الممكن أن تقوم باقي الجامعات بصدد الكسب المادي وخصوصا أنه رأينا العملية التعليمية في خلال هذا العام منذ بداية هذا العام كانت قد تعطلت ومنع الطلاب من الوصول إلى جامعتهم بسبب فيروس كورونا ومنهم من دفع مستحقاته بالنسبة للجامعات الخاصة كان هناك حالة من ارتجال القوانين في هذا العام ألا ترى بأنه من الممكن لتعويض الحالة أو النقص المادي لبعض الجامعات أن تقوم بهذه الخطوة نحن ما فينا نقول بهذه الفكرة التي انترحتها أنت لأن عدد الطلاب السوريين في جامعة اسطنبول هو عدد قليل قياسهم بالطلاب الأجانب الأخرى الموجودين بعدين أنا أعطيكي مثال العام الماضي العام الماضي أصدر الجامعة اسطنبول قرار بفصل الطلاب الذين عملوا قيدي الذين كانت شهاداتهم في سوريا بعد 2013 وطلعوا الطلاب وأحدثت مشكلة وحكينا على التلفزيونات وشرحنا الوضع في الكامل ولكن هذا الأمر ما تطبق بباقي الجامعات بقية الأمور في باقي الجامعات كما هي ولكن وجهة نظر الجامعة أنه رأت أنه هيك راح تكون الرسوم وتكون كل الطلاب الأجانب سوا في هذه الأمور سأعود إلى نقطة هذه الجامعة تحديدا ولكن اليوم هناك مخاوف أستاذ أو دكتور ويسام اليوم هناك مخاوف من الطلاب السوريين المتواجدين في تركيا من أن تقوم الجامعات الأخرى باتخاذ هكذا إجراءات ونحن نعلم جيدا وضع السوريين المتواجدين في تركيا الوضع الاقتصادي تحديدا كيف سينعكس على سير العملية التعليمية بالنسبة لهم وخصوصا بأن معظمهم أو الجميع هم نازحين نعم بداية تحية لك ولجميع ضيوفك الكرام وأيضا إلى السيدات وأستاذ المشاهدين أهلا فيك الحقيقة ما صدر مؤخرا عن رئاسة الجمهورية التركية صدر قرار بيداعش سبعة الفين وعشرين يستثني الطلاب السوريين قرار صدر برئاسة الجمهورية التركية وهذا القرار منشور في الجريدة الرسمية وممكن للجميع الإطلاع عليه رقم القرار الفين سبعمائة وخمسة وخمسين تاريخ داعش سبعة الفين وعشرين هذا القرار في المادة الثالثة منه الفقرة الثلاثة وثلاثة وأربعة استثنى الطلاب السوريين موجودين على الأراضي التركية نتيجة الظروف والأحداث الموجودة في سوريا كما وردنا في هذا القرار من الرسوم المفروضة على الطلاب الأجانب في الجامعات التركية لكن كما أشار صديقي الأستاذ جهات أن جامعات التركية هنا بشكل عام لديها سلطة تقديرية وبالتالي أي جامعة لديها هذه السلطة لوضع الرسوم بما يتناسب مع الوضع الداخلي في هذه الجامعة أو مواردها الداخلية أو موارد من خلال الطلاب الأجانب أنا أقول ما حصل في جامعة إسطنبول هو خاص في جامعة إسطنبول القرار الذي صدر وهذا القرار يصدر من عام 2013 من العام الدراسي 2013-2014 يعف الطلاب السوريين من دفع فقط ما يسمى بمساهمة الطلاب في تكلفة العملية التعليمية الجارية ما هو المقصود بمساهمة الطلاب بالعملية الجارية؟ هذا يدفع حتى الطالب التركي يعني على سبيل المثال في عندي شيء اسمه متوسط التكلفة متوسط التكلفة على سبيل المثال في كلية الطب حوالي 17 ألف ليرة تركية مساهمة الطالب هي 642 ليرة أي الطالب يدفعها في كلية الطب طالب التركي وكان هذا القرار يطبق أيضا على الطلاب السوريين ولكن دكتور ويسام القرار الأخير الذي نتحدث عنه صدر من المجلس العالي للتعليم التركي وصدر لكل الجامعات المتواجدة في تركيا والتي تبلغ بما يقارب العدد التقريبي يعني 182 جامعة ألا ترى بأنه اليوم ترك الخيار لهذه الجامعات من قبل المجلس العالي للتعليم التركي قد يفسح المجال لفرض رسوم على الطلاب السوريين يعني لا نتحدث عن القرار الماضي نتحدث عن القرار الجديد مستقبلا ما هي لأنه اليوم يعني الطلاب السوريين يعيشوا بخاوف اقتصادية من هذا القرار يعني لنناقش هذا القرار أكثر مما مضى وخصوصا أنه لا يوجد توضيحات عليه إلى هذه الساعة يا سيدة لم يصدر قرار هذا الشيء هو خاص بناء على مراسلات بين جامعة اسطنبول ومجلس التعليم العالي أو اليوك واليوك أجابون أن هذا الأمر متاح يعود لسلطة السلطة التقديرية لجامعة اسطنبول هناك بالعكس تماما هناك جامعة مثل جامعة أنقرة بناء على القرار الرئاسي الذي صدر في شهر تموز الماضي كان طلاب لديهم ديون أو أقصاد جامعية ذهبوا وراجعوا الجامعة وتم تصفير هذه الديون بشكل كامل اليوم هناك جامعة أخرى جامعة دجلة في ديار بكر الطلاب السوريين الذين سجلوا في هذه السنة هم معفون بشكل كامل من الرسوم بشكل كامل ما يدفع ولا أي ليرة تركية هذا القرار العام يعني اليوم أنا في عام بديه قرار من رئاسة الجمهورية وهذا القرار منشور في الجريدة الرسمية ويجب على الجامعات المبدئية أن تتقياد بهذا القرار لكن بشكل عام في تركيا الجامعات لديها سلطة تقديرية في تقدير ظروفها في تقدير الظروف الداخلية الخاصة فيها أيضا تكلفة والرسوم بالنسبة لتدعيات هذا القرار ممكن يمتد إلى جامعات أخرى على الأغلب ممكن يمتد لكن بشكل عام هناك الكثير من الجامعات لا تزال حتى الآن تطبق هذا القرار الخاص بإعفاء السوريين أو استثناء من فقط يدفع هو مدى أو مساهمة الطالب في العملية التعليمية الجارية اللي هو حوالي تقريبا رسوم بسيطة جدا تتراوح ما بين 250 ليرة إلى 650 ليرة تقريبا هذا هو الرسوم الذي يدفعها الطلاب السوريين طبعا هذه الرسوم هي مخصصة للطلاب الأجانب ومن ضمن هذا الطلاب الأجانب هنا الطلاب السوريين أستاذ أمجد وضحت هذه النقطة دعني أنتقل بهذه النقطة لأمجد الساري كما نعلم أستاذ أمجد هذه الإعفاءات التي تصدر بقرارات رئاسية قد تكون هبة من الدولة وقد تكون أيضا هي ما دفع المانح الدولي لتركيا أو للبنان أو للأردن لدعم اللاجئين السوريين المتواجدين على أراضي هذه الدولة بحكم اتفاقيات دولية هل ترى أن هذه القرارات التي تأتي اليوم تأتي بسياق إن كان من طرف تركيا للضغط على الجانب الدولي الممول للاجئين السوريين المتواجدين على الأراضي التركية أم يأتي لدفع الممول للدفع أكثر في البداية تحياتي لك وللضيوف الكرام وللساعد المشاهدين طبعا في البداية لابد أن ننوه إلى عدة أمور طبعا الأساتذة مشكورين وضحوا الأمر بشكل جيد جدا أن هناك قرار رئاسي صدر في العام 2013 يعفي الطلاب السوريين من الرسوم لكن منذ سبعة عوام إلى اليوم هناك جامعات لا تطبق هذا القرار وجامعات تطبق القرار يعني الأمر متروك للجامعة نفسها وليس للقرار الرئاسي هناك الكثير من الجامعات وفي العوام السابقة هناك جامعات تأخذ من الطلاب السوريين وبالتالي هذا الأمر ليس جديد للتنويه لكن جامعة إسطنبول لها رمزية خاصة وأنا لا أتفق مع الأستاذ جهاد عندما قال أن المشكلة هي مشكلة ليست كبيرة جدا على العكس هذه مشكلة كارثية نوعا ما على الطلاب خاصة المستجدين الذين وهو يعلم جيدا أن الطلاب يدرسون مناهج امتحان قبول الجامع يا اليوز وأستاذ وعدة مناهج أخرى حتى يتمكنوا من الدخول إلى جامعة إسطنبول هم يبذلون جهد كامل يوميا ست إلى سبع ساعات دراسية لمدة عام كامل من أجل فقط الحصول على مقع الجامع في جامعة إسطنبول هذه النقطة النقطة الأخرى جامعة إسطنبول من حيث عدد الطلاب ليست قليلة كما ذكروا الأستاذ جهاد بالعكس جامعة إسطنبول هي الرابعة كترتيب من حيث عدد الطلاب السوريين بعد جامعة غازي عنتاب وحران وكربوك وبالتالي هذا الأمر سيكون كارث على الطلاب المسجلين والذين سيتون فيما بعد من ناحية نقطة لماذا تم ألغى قرار العفاء أو لم يلغى جامعة أرسية رسالة نصية للطلاب من أجل تحصيل الأقصاد لكن بحسب قانون العفاء الذي صدر في العام 2013 فإن اليتابي التي تعتبر رئاسة أتراك المهجر والمجتمعات ذوي القربة هي من كانت تتكفل بدفع الأقصاد وبالتالي الجامعة جامعة إسطنبول كانت تأخذ الأقصاد لكن ليس من الطلاب إنما من اليتابي لا ندري ما هي الاتفاقيات التي أجريت بين اليتابي أو الاتحاد الأوروبي وهذه معلومات لا نعلمها صراحة هذه عند اليتابي أما الجامعات هي فعليا تأخذ من هذا ما أقصده هو هذا الإعفاء هو إعفاء ليس مجاني كما يعلم الجميع هذا الإعفاء يأتي بسياق اتفاقيات ثنائية بين المانح والجامعة أو بين الجهات المعنية بهذه القضية هل ترى اليوم أن هذا النوع من القرارات من قبل جامعة إسطنبول تأتي مسيسة بطريقة ما؟ حقيقة لا نعلم هذا الأمر لأن ليس فقط جامعة إسطنبول هي من تقوم بأخذ الأقصاد وليس الأمر جديد حتى نقول أن هناك سياسة معينة بناء على تطورات الأحداث وما إلى ذلك جامعة إسطنبول لها رمزية خاصة ربما بسبب ازديادة عداد الطلاب السوريين لا نعلم ربما أسباب أخرى مع العلم أن الدخول إلى إسطنبول صعب جدا ذكرت هذا الأمر بسبب وجود امتحان القبول الجامعي لكن الموضح والذي نعرفه والمكتوب بشكل رسمي في قرار الإعفاء هو أن اليتبه هي من تتكفل بالطلاب السوريين وهذا منذ العام 2013 وإلى اليوم ما تزال تجري إلى حد هذا القرار الذي ينص على أن الطلاب لازم يدفعه وهو قرار صراحة جدا صادم للكثير والآلاف من الطلاب السوريين وأنا اليوم أتواصل مع قسم كبير من هؤلاء الطلاب وبالمناسبة فريق جامعة إسطنبول الفريق المنظوي تحت اتحاد طلب السوريين الأحرار قام بالتواصل مع الجامعة من أجل توضيح هذا الأمر التوضيح الذي أتى هو أن الطلاب القدامى لن يدفعوا فقط طلاب المستجدين مما دفع الطلاب اليوم هذا الفريق يقوم بجمع توقيع من طلاب جامعة إسطنبول من أجل تقديمه للجامعة كون القرار هو قرار من ضمن الجامعة ورئاسة مجلس التعليم العالية تركت الخيار للجامعة وصراحة هو القرار الأول والأخير للجامعة وليس لمجلس التعليم العالي مع العلم أن القرار موجود قرار الرئاسة مع ذلك الجامعات لا تطبقه صراحة بذات الوقت والتنويه هناك جامعات ما زالت تعفيض طلاب السوريين مثل جامعة عنتاب وبعض الجامعات الأخرى وهناك جامعات استجابت لمطالب الطلاب بعد تقديمهم عريضة للجامعة بأن الوضع لا يسمح لهم بدفع مبالغ كبيرة قامت بتخفيض المبالغ بما يتناسب مع قدرة الطلاب السوريين وهذا ما نرجوه صراحة من جامعة إسطنبول يعني اليوم اللاجئ السوري هذا طالب يعني حتى إن عمل لمدة 14 ساعة في اليوم أنا متأكد أنه لن يستطيع تأمين قصد كلية الطب وبالتالي جامعة إسطنبول ستفقد عدد كبير من الطلاب السوريين وسينخفض العدد بالحديث أكثر عن جامعة إسطنبول أستاذ الجهاد أنت رأيت أن جامعة إسطنبول هي التي تفردت بقرار سابق مشابه مثير للجدل واليوم هذا القرار برأيك لماذا تقوم إدارة الجامعة بتخذ هكذا قرارات تعتبر إشكالية وخاصة في إسطنبول هلأي بصراحة أنا بس حابب أعقب شوي أنا أتحكيت وقلت هي ما هي مشكلة طبيعيا هي ما هي مشكلة كبيرة نحن ما بنجيش هي المشكلة وبنأثر على طلابنا الباقين في باقي الجامعات اللي عنده دراسة ومهتم فيها هذا الأمر يهم الشريحة من الطلاب المستجدين فقط من السوريين أنا عندما أقول جامعة إسطنبول هي الرابعة باستخدام الطلاب الأجانب نعم نعني فيها الطلاب القدامي اللي هنا ما عم يدفعوا رسوم أما هي الشريحة من الطلاب السوريين هي مشكلة ولكن ليست بمشكلة كبيرة هذه المشكلة تعالج هنا قنوات رسمية الطلاب تتواصل مع الجامعات مثل ما حكى صديقنا ما في أي إشكال في هذا الموضوع وضحت حضرتك هذه النقطة وأيضا يعني دكتور ويسام تحدث بذات السياق أنه اليوم الطالب القديم لا يجب عليه أن يخاف من هذه القرارات من يحشمل أو القرار يحشمل الطلاب المستجدين في جامعة إسطنبول تحديدا وجامعة كوجلي أيضا لم يتم اتخاذ قرارات من قبل الجامعات الأخرى ولكن كما ذكرت حضرتك في بداية حديثك أنه سابقا جامعة إسطنبول تخذت قرار مشابه واليوم هذا القرار المثير للجدل لماذا برأيك؟ هل ترغب جامعة إسطنبول بتخفيض عدد الطلاب السوريين؟ هل ترغب باختيار من يمتلك المال ليدرس في جامعة إسطنبول؟ ومن هو من الطبقة المتوسطة ليتجه إلى مدن وجامعات أخرى؟ بصراحة جامعة إسطنبول إلها خصوصية معينة جامعة إسطنبول من المراتب الأولى في تركيا على صعيد الجامعات الخاصة والحكومية جامعة إسطنبول من الجامعات إلها ترتيب عالمي يقارب 500 أو 600 على مستوى العالم فدوما إلها خصوصية معينة في تركيا طبعا هذه السياسة هي ناتجة عن سياسة الإدارة الموجودة في الجامعة سياسة إدارية هي منطلقة من الجامعة ولكن نحن لا يمكننا أن نأكد إذا كانت مبطنة بأهداف معينة هذا الأمر يخص الجامعة بشكل عام ولكن دوما في المسيرة التعليمية الطلاب يواجهوا مصاعب أو يكون لدينا مشاكل ما بين الطلاب والإدارة بشكل عام ياما في كثير من الجامعات صدرت قرارات والطلاب يحتاجوا على هذا الموضوع ضمن القنوات الرسمية تماما والجامعة راجعت عن هذا الموضوع طبعا هذا الأمر أرجع وكرر يخص الجامعة بالذات أي شيء ينطوي ضمن هذا القرار نحن ما عنا رؤية عن هذا الموضوع نحن فقط يهمنا هذا الطالب السوري يلي هو موجود يلي دخل الجامعة وما بيعرف أنه عليه أقصاد وتفاجأ حاليا بقصد كبير جدا شو الحل هو لإله يعني إذا ترك الجامعة السنة ومعت فيه توجه لأي جامعة أخرى معظم الجامعات الحكومية أغلق التسجيل فيها إذا بقي في هذا الجامعة وما معه يدفع الإقصاد شو بدي يكون يعني الكثير من طلابنا بالفعل حاليا هني أمام مشكلة وهي المشكلة حقيقية تمام وأتمنى يعني إدارة الجامعة وتحديدا يعني سوقيت أستاذ جهاد بما أنك جئت على هذه النقطة القبول في الجامعات أغلق ولا يمكن للطلاب المستجدين اليوم أتقدم إلى جامعات أخرى وخصوصا المتعففين منهم الغير قادرين على دفع هذه الرسوم هل ترى بأن الجامعة لم تفكر بهذا الموضوع سابقا أم أنها تقصدت أن تخرج الطلاب الذين كانوا من المفترض أن يكونوا هنا أو في جامعة أستاذ أنا برأيي هو توقيت القرار خاطئ يعني أنت اليوم بعد ما سجل الطالب جيد فرضك ما يبدو أنه نواجه خلال تقني بالصوت مع الأستاذ جهاد أنقل التساؤل لدكتور ويسام الدين دكتور ويسام اليوم التوقيت كيف تنظر إلى توقيت هذا القرار من قبل جامعة إسطنبول بما يخص الطلاب المستجدين وخصوصا أنه العام الدراسي بدأ وأغلقت وأغلقت الجامعات باب القبول نعم أنا أتوقع أنه فيه خطأ بالجانب الإداري المفروض أن جامعة إسطنبول لما تعلن عن مفاضلتها أنه هي لازم تعلن الأقصاد ما المقصود بخطأ من الجانب الإداري يعني اليوم كما نعلم أنه الإدارات بهذه الجامعات هي كبيرة جدا ومتسلسلة هل ترى بإنه قرار اعتباطي مثلا داخل هذه الجامعة مش ممكن مشرط يكون هو قرار اعتباطي يمكن نتيجة عدم خبرة أو نتيجة يعني فيه بإحدى الجامعات يعني طلاب بجامعة أنقرة على سبيل المثال الطلاب أخذوا الصور عن القرار الصادر بإعفاء الطلاب السوري طبعا هذا القرار يصدر سنويا من عام 2013 حتى عام 2020 آخر نسخة منه فما كانوا يمكن أو الموظف يعني ما مفعل هذا الشي على النظام فقاموا بقبول هذه العريضة التي قدموها الطلاب وتم تصفير ديونهم بشكل كامل بالنسبة لجامعة اسطنبول أنا ما عندي خبرة بالضبط يعني كيف هي كيف أننا عم يديروا الأمور لكن أنا كجامعة ولكن تماما كجامعي اليوم كأستاذ في جامعة ماردين هل ترعب أن هذا النوع من الأخطاء يعني مقبول من جامعة كجامعة اسطنبول وخصوصا أنها اليوم يعني أن التكلفة هي ليست فقط مادية التكلفة هي عام دراسي من حياة هؤلاء الطلاب بالتأكيد أنا بنصح الطلاب يعني أول شيء يتبعوا القنوات الرسمية يعني القنوات داخل داخل الجامعة ذاتها يعني هنه ممكن يقدموا ديليكتيا أو عريضة لرئاسة الجامعة وهنه ببرزوا نسخة عن هذا القرار الخاص في الإعفاء وإذا لم تحل هذه المشكلة ممكن هنه بيلجوا إلى طرق أخرى هناك مثلا في تركيا هناك القضاء الإداري أو المحكمة الإدارية إذا الجامعة المفروض يعني خلال الإعلان عن المفاضلة لا يجب أن تضع كل التفاصيل ومن ضمن هذه التفاصيل هي قيمة هذه الرسوم طبعا مع الإشارة أن الجامعات بشكل عامي هي عندها جامعات في تركيا عندها سلطة تقديرية في مجال الرسوم في مجال قبول في مجالات كثيرة يعني لديها سلطة تقديرية لكن إذا كان هناك مخالفة قانونية أو مخالفة إدارية ممكن من خلال ممكن للطلاب أنه بيلجأوا طلاب اللي هنه ممكن يطرروا من هذا الموضوع يلجأوا إلى المحكمة الإدارية والمحكمة إذا شافت أن هذا القرار يخالف نص قانوني أو يخالف النظام الداخلي للجامعة ممكن تبطل هذا القرار وتعفو الطلاب من الرسوم ويعني يستمروا بي على النظام الموجود السابقة نعم أستاذ أمجد اليوم من هي الجهات التي قد تستطيع أن تدعم الطلاب السوريين إذا ما قرروا تقديم طلب اعتراض لإدارة الجامعة في جامعة إسطنبول والتعامل معها بسياقها القانوني وخصوصا أن هذا القرار يأتي في بداية العام الدراسي نعم يجب أن يكون العمل على مستويات عالية جدا على المنظمات السورية التي تمثل السوريين أو تدعي تمثيل السوريين أمام المجتمع التركي أن تتواصل مع المسؤولين الأتراك من أجل حل هذه القضية نحن أيضا كطلاب كمستوى طلابي نعمل مع فريق طلاب جامعة إسطنبول على إيجاد حل داخل الجامعة من داخل الجامعة يعني حراك على مستوى الطلاب من داخل الجامعة يعني يقدموا عريضة أو تلكتشا لإدارة الجامعة من أجل أن تنظر في الموضوع وهي نجحت هذه المساعي في عدة جامعات ونتمنى أن تنجح في جامعة إسطنبول وأن تقوم الإدارة يعني بتقدير وضع الطلاب السوريين والنظر في وضعهم الحالي هم لاجئين ليسوا طلاب أجانب لا يمكن أن يعامل السوريون اليوم كمعاملة الطلاب الأجانب كون الوضع استثنائي جدا بالنسبة لهم لا يستطيعون دفع مبالغ هائل مثل 30 ألف أو 20 ألف وبالتالي نحن نعمل مع الفرق الطلابية داخل الجامعة على حل هذا الموضوع وأيضا نحاول أن ننسق مع جهات يعني لها تواصل مع الأتراك من أجل أيضا حل هذا الموضوع هي سابقا يعني كما ذكرت في نص القرار الرئاسي أن اليتبه هي من كانت تدفع أقصاد السوريين لكن لا نعلم لماذا هذا العام ربما لم تدفع ربما هناك إشكالية لا نعلم هذا الأمر وهو عايد إلى الجامعة يعني على رغم أنه هو الموضوع التعليمي بحث ويخص الطلاب إلا أنه دائما ما يكون هناك جوانب سياسية ما بهذه القرارات التي تخص اللاجئين وطلاب السوريين إذا كان في تركيا أو حتى في دول أخرى سألنا متابعين على منصات التواصل الاجتماعي عن رأيهم بالقرار التركي لناحية معاملة الطلاب السوريين كأجانب من ناحية دفع الرسوم بنسبة 80% مما شاركوا في هذا الاستطلاع يروبي أنه ضغط إضافي على السوريين في تركيا وبنسبة 20% بيشوفوا أنه قرار طبيعي من حق تركيا وشارك معكم أيضا أحد التعليقات حول هذا القرار أحمد اعتبر أنه القرار عاد إلى ذاكرته شعار الدولة التركية بأن الأتراك والسوريين مثل المهاجرين والأنصار معتبرا أنا ذلك متاجرة باسم الدين أستاذ جهاد 80% ممن شاركوا بالاستطلاع يعتبروا بأنه اليوم هذا القرار من جامعة اسطنبول وأنا أتمنى أن لا تقوم جامعات أخرى باتخاذ هذه الخطوات مثل ما أخذت جامعة اسطنبول بأنها ضغط إضافي على السوريين في تركيا بصراحة صدور هذا القرار في هذا التوقيت هو ضغط على الطلاب الموجودين في جامعة اسطنبول أنا أخذ بصراحة ونحن طبعا نتمنى من إدارة الجامعة إذا ما تلغي الرسوم للطلاب وترجع مثل رسوم الطلاب مثل رسوم أي طالب أجنبي ولو وعفاء الطلاب لهذا العام فقط لأن الطالب لم يكن عنده علم أنه هو رح يدفع أقصات أو أجور دراسية لهذا العام بالتالي هي بالفعل مشكلة خلنا نقول مشكلة جزئية بالنسبة للطلاب السوريين وأخذ فيهم الطلاب اللي هن موجودين في جامعة اسطنبول تمام طبعا أمل وأنا وكل زملائنا الطلاب وأصدقانا أن الجامعة تتراجع عن هذا القرار ولو لهذا العام ولو لهذا العام كعلاج أولي إلى أن ينظر في القرار للعام القادم أتمنى من كل طلابنا أيضا أنه مثل ما حكوا الزملاء الموجودين حاليا أو أصدقانا يتوجهوا بعريضة لإدارة الجامعة وإن شاء الله ينظر بهذا الموضوع نعم أستاذ دكتور بيسام هل ترى بأنه اليوم يعني بعد بداية الفصل الدراسي مع هذا القرار من جامعة اسطنبول يحق للطلاب أن يقوموا بنقل تسجيلهم وأوراقهم إلى جامعة أخرى تتناسب مع ما يستطيعوا أن يقوموا بدفعيه بالنسبة للموضوع النقل أول شيء نحن قبل موضوع النقل بالنسبة للجامعات التركية حقيقة الجامعة التركية التي قدمتها للطلاب السوريين هذا أمر لا يمكن إنكاره من قبل أي أحد عدد الطلاب السوريين الموجودين اليوم في تركيا 30 ألف عدد عن الطلاب الذين تخرجوا خلال السنوات الماضية وكان أغلب الجامعات ولنكن منصفين كما قدمت تركيا نتاج هؤلاء الطلاب ترى تركيا على الأرض الكثير من المتفوقين والعاملين في مشافيها وفي صيدلياتها وما إلى ذلك هي قدمت ولكن قطفت ثمار هذا التقديم أيضا من قبل الطلاب السوريين المتواجدين في تركيا بالنسبة لموضوع النقل دكتور ويسام الدين هل من الممكن نقل الملف الدراسي من جامعة اسطنبول إلى جامعات أخرى؟ بالنسبة للنقل يعني موجود بالنسبة النقل بين الجامعات التركية أو داخل حتى هذه الجامعة النقل يعني فيه له مواعيد محددة يعني نقل من الجامعات خارج البلد يعني إذا أنت مثلا حدا بيدرس مثلا بجامعة دمشق وبدو ينقل إلى جامعة كده اليوم النقل من جامعة اسطنبول بعد هذا القرار الطلاب المستجدين لا يستطيعوا دفع الرسوم المفروضة هل يمكن الآن بهذا التوقيت نقل ملفاتهم الدراسية إلى جامعة ماردين مثلا؟ لا لا بالنسبة للنقل بين الجامعات له توقيتات محددة يعني وغالبا يكون فيه الصيف يعني اليوم الطالب اللي واجهته هاي المشكلة المفروض هو يكمل آي السنة على الأقل وفيه الصيف يفتحوا يسموا الانتقال الأفقي بين الجامعات هاي المفاضلة خاصة يعني أنا بدي أنتقل من جامعة اسطنبول إلى جامعة أخرى لكن أيضا يعني عملية نقل مش بهذه السهولة يعني لأنه الجامعات فيها شروط فيها يعني معايير للترجيح أو معايير لاختيار الطلاب نعم وضحة النقطة بتعليق أخير أمجد اليوم يعني الطالب الذي يقع في هذه المعضلة بالقرار الذي اتخذته جامعة اسطنبول ما هي الخيارات المتاحة أمامه؟ صراحة يعني الخيارات جدا جدا ضيقة لا يوجد خيارات بكل صراحة لأن الطالب لا يستطيع دفع رسوم عالي يعني نسبة الطلاب الذين يستطيعون الدفع هي نسبة ضئيلة جدا مقارنة بحجم الطلاب الموجودين الآن بجامعة اسطنبول وبالتالي الحل هو أن تقوم الجامعة بإعفاء الطلاب السوريين هذا العام وكما تفضل الأستاذ أن تنظر بالأمر في الأعوام القادمة تقديريا وأن تعاملهم يعني معاملة الأتراك بأجور رمزية كما كانت تعاملهم سابقا والآن يعني هذه الخطوة بهذا التوقيت هي خطوة يعني جدا جدا خاطئة وتسبب الضرر للطلاب السوريين وبالنسبة لموضوع النقل هو يعني صعب جدا وشبه مستحيل لأنه يجب أن يدر السنة كاملة وأنه يأتي بمعدل عالي حتى يستطيع النقل إلى جامعات وحسب شروط الجامعة نفسها كما تفضل الأستاذ وبالتالي نتمنى أن تحل هذه المشكلة وأن يدرسوا الطلاب هذا العام وأن تقدر الجامعة ووضع الطلاب السوريين كلاجي ووضحت الصورة أمجد نتمنى التوفيق طبعا لجميع الطلاب شكرا جزيلا لك أمجد ساري عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد الطلبة السوريين الأحرار كنت معنا من أسطنبول أشكر أيضا الخبير في شؤون التعليم جهاد العويت كان معنا من أسطنبول والشكر موصول للدكتور ويسام الدين العقلة أستاذ في جامعة ماردين شكرا لكم بهذا مشاهدين نصل إلى ختم هذه الحلقة من هنا سوريا أعود وألقاكم لأسبوع المقبل بإذن الله اشتركوا في القناة